السلام عليكم معاكم شيكم اليوم راح نتكلم عن البريف لب واللي تقدر تسميها التسبيق هذه المهارة هي اللي تبين مين المحترف ومين اللي ما يدري وان الله حاطة لان مهارة البريف لب تعتمد على خبرتك ومهارتك في اللعبة بشكل كبير ولكن ممكن انت تشوف انها مهارة غبية بس تنط وانتهينا ونظريا كلامك هذا صح هذه المهارة تعتبر سهل واي احد يقدر اسويها ولكن في الحقيقة هي تعتبر واحدة من اكثر المهارات اللي تعتمد على خبرتك وعدد الساعات اللي قذيتها في روكت ليك وبرضو تعتمد على دقتك وتوقيتك في النطة لان هذه المهارة بالتحديد غير انها تعتمد على التوقيت فهي برضو تعتمد على قرايتك الكورة والخصم في اغلب المهارات انت تحتاج تقرأ الكورة وتخمن وين بتروح ولكن هذه المهارة انت برضو بتحتاج تعرف تقرأ تحركات الخصم وكيف هو يفكر لان البريفليب او زي ما سمناها التسبيق احنا فيها راح نحاول نوصل الكورة اسرع مما الخصم متوقع والحجر الاساس لهذه المهارة هو اننا نلخم الخصم ونسوي شي هو مو متوقع بس قبل ان نتعمق شكرا على سبعين الف مشترك وان شاء الله نجيب المئة الف قريب ومعاها الفيس كام وعادي اذا عجبك المقطع اتمنى تعطيني لايك واشترك بالقناة اذا حاب تشوف مني محتوى اكثر في البداية خلونا نفهم البريفليب فبكل اختصار البريفليب هو انك تنط قبل لا توصل الكورة وتخلي سيارة لف لفة كاملة او نص لفة في الهواء وعاد بعدها تلمس الكورة قبل ما سيارتك تلمس الارض وبكذا انت سويت البريفليب وخدها معلومة ترى البريفليب يعتبر اسرع طريقة تلمس فيها الكورة وغير كذا تراها مرة راح تفيدك في صد الكورة الآن خلونا نطبقها ونشرح لكم الطريقة ففي البداية راح اقسم شرح المهارة الى قسمين بسيطين في القسم الاول لازم نعرف وش النطة المناسبة ومتى تنط وعاد اكيد افضل واسرع النطة في ركو تليقي هي السبيد فليب وعاد اكيد اغلبكم يعرف يسويها ولكن اللي ما يعرف يسويها تراني شرحتها في مقطع شرح الكيك اوف واللي راح يطلع لك فوق يمين او يسار وبرضو بتلقاه تحت في ديسكريبشن وروح تعلمها لانها جدا ضرورية وتعالي كمل الفيديو المهم الآن في القسم الاول زي ما قلنا نبي نعرف متى الوقت المناسب للنط وكل عليك هو انك تدخل الترينيغ وتدخل فري بلين وعاد تخلي الكورة في النص زي كذا وتحاول تسوي عليها بري فليب وتقعد تعيدها لي ما تتعلم متى الوقت المناسب للبري فليب وبرضو تراك تسوي بري فليب وانت ما تدري عن نفسك لان في الكيك اوف تراك تسوي بري فليب فانت في البداية تعال كذا من الاماكن غريبة وحاول انك تسوي بري فليب وتخلي سيارتك تلمس الكورة بعد ما تاخذ نص لفة او لفة في الهواء وجلس عيد الكرة إليه ما تعرف هوش الوقت المناسب لبريف لب فأنت أعطيها شوي من وقتك لأنك لازم تحسب حساب إن سيارتك لازم تأخذ لفة في الهواء قبل لا تلمس الكورة فأساس البريف لب هو السبيد فليب اللي هو النطة اللي زي كده النطة السريعة فضروري تكون عارفة فإذا أنت إلى الآن باقي ما تعلمت لازم تروح تتعلمها فكل اللي عليك هو أنك تسوي سبيد فليب على الكورة ولكن تحتاج أنك توقتها فما ينفع أقرم الكورة زي كده بعدين أسوي البريف لب يفضل أنك تتعلم أنك تنوط من بدري زي كده وتحاول أنك ما توصل الكورة إلا وسيارتك شبه متعدلة الآن خلونا نخش في الثقيل ونخش في القسم الثاني أنا سويت لك ماب مخصوص البريف لب عشان تتعلم البري من كل الاتجاهات والاحتمالات فكل اللي عليك هو أنك تروح بلاي بعدين ترينيج بعدين عند كلمة كوستوم الآن من تحت علمين هنا انتر كود اضغط عليها وحط هذا الكود هذا هو الماب اللي أنا سويته فلو تضغط أوكي زي كده رح يطلعك الماب باسم بريف لب وباسم شيكو خلونا الآن ندخل الماب وأهريكم كيف تستعملونه أول تمرين بيجيك من هذا الشكل الكورة فوق وراح تطيح على تحت فإنت الآن لازم تحاول تسوي البريف لب وتحاول أنك تلمس الكورة بعد ما الكورة تلمس الأرض عشان تخلي كورة ترتد وترتفع على فوق وعاد تمرين ثاني نفس الكلام فإنت تحاول أنك تتعلم عليها التمرين البعد 곳 يarriveف بهذا الشكل هذا التمرين لازم تحاول أنك تلمسها من أقصى اليسار وبكذا أنت رح تشعون شوتها قوية وبإذن الله دايريكت amrorma والثاني نفس الكلام scout ولكن من الجهة اللي علي ممين وإنت تحاول أنك تلمسها من أقصى الطرف علي ممين وهيyon دايركت بتروح على المرمئ وتحاول أنك تتعلم عليها كي ذي لأن هذه المرة ستفيدك التمرين البعدspace ما في أسهل منها ستجيك من النص وانت تحاول تشوتها دايريكت على المرمى وتحاول تخليها مرة سريعة اما تمرين البعدة زي ما تلاحظ الكورة راح تكون فوق شوية في هذا تمرينة باقي تسوي لتبريف لب بطريقة ثانية واللي هو انك تنط وتقعد شويتين بعدين تسوي الفلب يعني يكون البريف لب في الهواء يعني تحاول انك تسويه زي كذا هذه شوتة ما جت سريعة ولكنها جت عالية تمرين البعدة راح يعلم كيف تصد الكورة بالبريف لب فإحنا الآن لو نمشي سيدة زي كي انه علقين على البوس مستحيل نصد الكورة حتى لو نطع لقدام زي كذا مستحيل تصدها ولكن يمديك تصدها عن طريق البريف لب زي كذا وبرضو التمرين اللي بعده نفس الكلام تحاول انك تصدها عن طريق البريف لب وبرضو حتى هذا نفس الكلام نحاول نصدها بالبريف لب فهذا التمرين كأن خويك أعطاك بس وانت حاول انك تجيبها قول بالبريف لب خلونا الآن أوريكم كيف تسويونا تجي زي كذا وتحاول تجيبها goal direct والتمرين اللي بعده راح تجيه من الجهة اليوسرى وتحاول تسوي نفس الكلام تجيبها direct goal ولكن في هذي التمرينين الاخيرة راح تعلم كيف توقتها وتقرى الكورة زين فبكذا ان شاء الله اني شرحتها وبسطها لك ولكن عشان تتعلمها زين تحاول انك تشوت كذا الكورة بعيد بدلا ترجع تاخد مساحة زي كذا وتحاول انك تلمسها بال bri flip زي كذا ونفس الكلام تحاول انك على الكورة وتحاولك تبعدها عنك بعدين تحاولك تلمسها بالبريفليب برضو حتى لما تسوي اير دراك زي كذا يمديك توزن سيارتك وتحاولك تسوي بريفليب ولكن همشينك تخبص وتحاولك تعلمها برضو في الأقيام العادية عشان تحاولك تعرف كيف تقرأ الكورة مع الخصم فبكذا ان شاء الله اني شرحت لك البريفليب بكل بساطة وزي ما قد قلت لك من قبل ترى المهارة تعتمد على الخبرة والتجربة في كل مرة تسويها وتغلط فيها تراك تعتبر تعلمت لانها تعتبر تجربة والتجارب بتزيد من خبرتك ومع الوقت متأكد بتصير تسويها في كل مرة تبي تسويها ولكن اذا انت مبتدأ فيها لا تشيل هم صدقني بتحترفها بس تحتاج وقت وممارسة فبكذا وصلنا نهاية المقطع اذا جبك المقطع تمنى تعطيني لايك واشتراك ولا تنسى تشيك على الانستة حقي هذا هو تحت FF71Y وعاد لا تنسى تستعمل كود الاتمشوب حقي FF71Y اذا حاذت عمني ودامنا بدا بالختام صلوا على النبي اشتركوا في القناة